الزاء اللي بتحمي لنا الدماغ or structures protecting the brain الدماغ يعتبر حساس جدا فلابد ان يتم حمايته بواسطة عظام الجمجمة والطبقات اللي بتغلف لنا الbrain تعالوا الان نتعرف على عظام الجمجمة بس قبلها بذكركم انه انا تكلمتي انه المخ مقسم الى اربع افسص الفص الامامي او الفرن تلوب الفص الجداري او البراي تلوب الفص الصدغي التمبرال لوب والفص القدالي الاكسيبيتال لوب فبينلاقي انه مسميات عظام الجمجمة بناء على اسماء الافصاص نفسها فعندنا الفرن تلوبون تيمبرال بون براي تلوبون اكسيبيتال بون ايضا زائد عليها عظمة الاسفينويد او العظم الوتدي برضو موقع هيكون في نفس المكان اللي متواجد فيه هذا الفص في الفرن تلوبون او العظم الامامي بنلاقيه بيغلف لنا الفرنتل of the skull يعني في امام الجبهة نفسها فبيكون لنا الجبهة او اجهزة العلوية من محجر العين موجود عندنا في الصورة هذه باللون البرتقالي باللون البرتقالي هذا هو الفرنتل بون او العظم الامامي بالنسبة للتمبرال بون او العظم الصدغي يكون موجود في الصايد يعني على الجانب وفي قاعدة الجمجمة هذا هو باللون الازرق يعني بيكون موجود فيه الأجزاء الداخلية والمستق للأذن البرايتل بون اللي موجود عندنا باللون الأصفر الفاتح العظم الجداري موجود on the top and the side of the skull بنلاقي انه فيه في الجهة العلوية والجانبية and form the superior and lateral aspect of the cranium آخر فص الأكسيبيت اللوبة والخلفي موجود في الباك and the base of the skull يعني فيه مؤخرة الجمجمة بيحمي لنا البراين ستم او جدع الدماغ and contain the foramen magnum او نسميها الفتحة او فتحة التجويف العظمى اللي بينزل منها الحبل الشوكي اللي بينزل منها الحبل الشوكي عندنا آخر عظم العظم الوتدية وهو sphenoid bone located at the base of the skull في قاعدة الجمجمة وبيعمل لنا محجر العين and also it contain the sphenoid sinus هذا هو موجود باللون البنفسجي وبيقول لنا كمان الجيوب الوتدية طبعا الله سبحانه وتعالى لم يكتفي فقط بعظام الجمجمة لحماية الدماغ ايضا وضع طبقات تغلف لنا الدماغ تسمى بالمينجيز او طبقات السحاية وعبارة عن نسيج ضام fibrous connective tissue that cover the brain and spinal cord يعني مو بس تغلف لنا الbrain نفسه الدماغ برضو الحبل الشوكي احنا ذكرنا الحبل الشوكي يعتبر جزء من اجزاء central nervous system او الجهاز العصبي المركزي فالمينجيز هذه الطبقات بتعطينا protection حماية ودعم برضو nourishment او انعاش او تغذية لل central nervous system الbrain and spinal cord طيب نشوف الطبقات هذه ثلاثة طبقات الطبقة الاولى تسمى بالديورة ماتر تعتبر outer must layers يعني طبقة الخارجية العلوية تحتها مباشرة بنلاقي طبقة تسمى الاراكنويت او طبقة العنكبوتية تحت الطبقة العنكبوتية بنلاقي طبقة تسمى البيا ماتر البيا ماتر تكون الانر must layers او الطبقة الداخلية جدا شوفوا حتى مو واضحة كثير تكون ملاسقة بشكل مباشر للديمق نفس الشي في الحبل الشوكي بنلاقي نفس التسلسل اول حاجة الديورا ماتر بعدين الاركناويت بعد كده البيا ماتر فانتوا تحفظوها على انها دي اي ب داب ديورا اركناويت and بيا ماتر برضا الصورة هذي بتوضح لنا طبقات المننجيس اللي بتغلف لنا الحبل الشوكي والدماغ الديورا ماتر الديورا ماتر بيكون في فراغ تحتها وفراغ فوقها الفراغ اللي فوق الديورا بنسميه epideural والفراغ اللي تحتها بنسميه subdeural الفراغات هذي عرضا انه بيصير فيها تجمعات ذموية وتجمعات سوائل بعد كده عندنا الاركناويت ماتر كمان الاركناويت ماتر تحتها فراغ يسمى او مساحة تسمى بالسب اركناويت سبيس بعد السب اركناويت سبيس بنلاقي البيا ماتر البيا ماتر ذكرت انه بتكون ملاسكة بشكل مباشر للدماغ هنا برضو من انجيس الديورا ماتر الاركناويت اند البيا ماتر نتكلم عن اول طبقة من طبقات السحاية اللي بتعطينا حماية ودعم للدماغ تسمى الديورا ماتر وتعتبر الاوتر مست ليير يعني طبقة اللي بعد الجمجمة بعد عظام الجمجمة مباشرة تكون طبقة تف ثخينة يعني كفر البلين ورح نشوف الاكستنشن او الامتدادات هذي بصورة بعد السلايد هذا ذكرت انه فيه سبيس او مساحة تكون فوق الديورا ماتر اسمها الابيديورال سبيس وتكون بين الديورا اند السكال يعني بعد الجمجمة بنلاقي الفراغ هذا او المساحة بعدين بنحصل الديورا ماتر sometimes وزي ما ذكرت يتجمع فيها السوائل او يتجمع فيها الدم او خاصة لما تصير في جلطات ممكن تصير في المنطقة هذي المنطقة اللي تحت الديورا او المسافة او الحيز اللي تحت الديورا ماتر نسميه سبديورال سبيس so it exists below the deora in the cranial cavity also blood or fluid can accumulate in this space يعني عندنا الجمجمة فيه تحتها مساحة او مسافة او space كذا فراغ اسمه الابيديورال سبيس بعد كذا طبقات الديورا وبعد كذا فيه فراغ او space اسمه السبديورال سبيس وبعدين بنلاقي الطبقة الثانية من طبقات المننجيز الارك نويت او الطبقة العنكبوتية طبعا ممكن جاء في بالكم ان الديورا ماتر وطبقة الديورا تكون عبارة عن فقط غلاف خارجي لا هي تمتد للاجزاء الداخلية extended inward طبعا الاكستنشن هذه لها اسامي فعندنا الفاليكس سيريبراي تكون هذه الامتداد between the two hemispheres شفو معايا هنا فطبقة الديورا تمتد بين الجانب الايمن والجانب الايسر من الدماغ ويكون كذا شكلها اضفت لكم فيديوهات كمان بتوضح الطبقات هذه اكثر برضو عندنا التنتوريوم احد الامتدادات هذا هو التنتوريوم وطبعا يفرق لنا بين الاكسيبيتال لوب او الفص القدالي الخلفي اللي يكون في الباك at the base of the skull and cerebellum cerebellum او المخيخ اخر امتداد يسمى بالفاليكس cerebelli which is located between the right and the left side of the cerebellum cerebellum هنا فبتكون هي between the right and the left نسميها الفاليكس cerebelli برضو الصورة هذه بتوضح لنا توزيع طبقات السحاية او المنجيز ديورا ماتر اركنويت and بيا ماتر والبيا ماتر تكون ملاصقة للدماغ والحبل الشوكي طبقة جتن جتن خفيفة هنا برضو عندنا السكال بعدين الاب بديورال الفراغ اللي يكون بين طبقة الديورال والجمجمة بعد كده عندنا الديورا ماتر يكون تحتها الفراغ يسمى بالسب ديورال سبيس بعد كده عندنا الاركنويت ممبرينا او الاركنويت ماتر الطبقة العنكبوتية وتحتها فراغ يسمى بالسب اركنويت سبيس بعدين تيجينا طبقة البيا ماتر يعني لا تخبطون عندنا فراغات وعندنا او مساحات او حييس وعندنا طبقات طبقات ثلاثة ديورا اركنويت اند بيا تكلمت عن اول طبقة من طبقات الزحايا تسمى بالديورا ماتر تعالوا الان نشوف الطبقة الثانية والوسطى تسمى بالاركنويت ماتر او طبقة العنكبوتية وتعتبر طبقة الوسطى الميدل ليرز and it's extremely thin يعني جدا خفيفة and it's weak like structures كأنها عنكبوت شبكة عنكبوتية provide touching and protection تعطينا حماية للدماغ هذا هو شكلها بالصورة اللي موجودة هنا طبعا في تحت الاركنويت حييز او مسافة او مساحة تسمى بالسب اركنويت الاجاة المسمى السب يعني تحت اركنويت لانه هي تحت الاركنويت مباشرة سبيس لانه عبارة عن مسافة عفوا نعم مساحة او حييز اهمية السب اركنويت سبيس انه بتحتوي على السريبرو سباينل فلويد يعني لما يتم انتاج السريبرو سباينل فلويد من المنطقة المخصصة اللي تكون في البطينات بيمشي ويدخل جوا هذي المساحة او السبيس سواء حوالين الدماغ او حول الحبل الشوكي في موجود عندنا كمان البروز او نسميها الاركنويت بلاي وظيفتها بتعمل امتصاص سيربرو سباينل فلويد وترجع للدورة الدموية حتى يتم تصفيته من الكلا لو صار فيها اي انسداد هذي البروز او الاركنويت بلاي طبعا اكيد حيكون عندنا مشكلة في تصريف السريبرو سباينل فلويد مرة اخرى الصورة هذي بتوضح لنا طبقات السحاية عندنا هنا ديورا ماتر شوفوا شكلها وبعدين عندنا الاركنويت اللي لسه دوبنا تكلمنا عنها ويجي تحتها البيا ماتر اخر طبقة من طبقات السحاية تسمى بالبيا ماتر وتعتبر الاينرميست لييرز يعني الطبقة الداخلية اللي ملاسقة بشكل مباشر للدماغ والحبل الشوكي طبعا بتعطي التغذية وبتشيل الفضلات شوفوا شكلها معاي البيا ماتر